اشتركوا في القناة حيث جرى استعراض تطور العلاقات الوثيقة والممتدة ومسارات التعاون التاريخي الوطيد والعمل المشترك بين البلدين الصديقين ومواصلة دعمها وتنميتها على كافة المستويات بما يخدم مصالحهم المتبادلة بالإضافة إلى بحث أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط كما قام جلالته حفظه الله ورعاه بزيارة إلى المملكة المغربية الشقيقة وكان في مقدمة مستقبل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي الأهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وسعادة سيد أليستر لونغ سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين رافقت جلالة الملك المعظم السلامة في الحل والترحال ترجمة نانسي قنقر